موسيقى 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 ليس مؤخر موسيقى 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 كنت متوقع موسيقى 50 فقط موسيقى إيه السر في نجاح كولر في أول موسم لي مع الأهلي بالشكل ده من وجهة نظرك؟ السر أنه مدرب ذكي. قدر في وقت بسيط أنه يفهم دماغ اللعب المصري. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قدر يفهم شخصية وقيمة النادي الأهلي بسرعة. وخاصة في الوقت اللي وقع فيه الفريق. هنقول مثلا الخمسية بتاع الصندوينز دي. دي فوقت اللعيبة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين خلت مستر كولر يغير نظامه. ولو ممكن نقول مثلا بدأ يكتشف الأخطاء الفعالية اللي هي يقدر يحط إيده عليها. ويقدر يتعامل معها. ويقدر يطور من الخطأ للصواب على طول أنه يستعد شخصية النادي الأهلي. وده اللي نفعته إن هو يقدر يكمل فيها. بسخد بها كنت تتكلم على فريق. ما اتعرضش غير لخمس مطشاط خسارة على مدار الموسم. اثنين منهم في كاس عالم. اثنين منهم في دورة أبطال. واحدة بس في الدورة المحلة. أنا كمدرب إن أنا أقدر أطور شخصية اللعب بتاعي. أطور الفنيات بتاعته. وطور العقلية بتاعته. من خلال هزيم في بطولات كبيرة زي كاس العامل الأندية. مع فرق كبيرة زي ريال مدريد. دي مش سهلة. اللعب المصري خلي بالك. أنا كلمت في مواقف كتير. اللعب المصري ما بيستقبلش أكتر من أردارين فنيين. في خلال ممكن نقول موسم كامل. ليه؟ لأن اللعب آه زاكي وكل حاجة بس بيعتمد على المهارة. أكتر من هو يعتمد على التكتكات الفنية. دي حاجة. الحاجة التانية مستر كولر كان بيلعب على الجانب النفسي. شفنا كتير قوي المسم ده. يعني جماهير الأهلي اتفقت إن المسم ده من أكتر المواسم اللي إحنا حسنا بنقلة فيها. على المستوى الفردي على المستوى الجماعي. لعيبة مهاجمين. بقينا بنشوف أدوار دفاعية كتير جداً ليهم. وبيقدوها على أفضل ما يكون. ولعيبة مدفعين بقى ليهم أدوار هجومية واضحة جداً. وتأثير هجومي واضح جداً. بقى لأنهم حاسموا مباراة كتير لأهلي. دي بصمة مدير فني في المقام الأول. ما أنا بقولك دي بصمة مدير فني إنه قدر يستفيد من كل لعيب عنده. ودي أصعب حاجة ممكن يعملها المدير فني إنه يبقى عندك. هنقول مثلاً بلغة الكرة عندك فرقتين جهزين. وفرقة البطل دايماً لازم يكون عندها القوام الأساسي. مش قوام الأساسي بس. لا أنت القوام الأساسي. وبرضو الدكة بتاعتك لازم تبقى قوية. لأن أنا هحتاج في كم الماتشاط اللي إحنا لعبناها الموسم ده. وكم البطولات اللي إنت دخلتها. أنت بتكلم في خمس بطولات أو أربع بطولات في موسم كبير. كد يكون ممكن تقول إلى 12 شهر أنت لعبتهم. يعني أنت قربت تضم إلى 12 شهر على بعض. هتلعبهم. ده صعب. ما بتحصلش في كل أنديت العالم. دي حاجة الحاجة التانية. إن أنا أطور على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. وانقل اللعبة بتاعتي. أبدأ الموسم بطريقة. وانقل من الطريقة دي عشان أغيرها. أروح لطريقة تانية. تناسب إمكانيات اللعبة بتاعتي. أو تناسب البطولات أو حجم البطولات اللي أنا بشارك فيها. دي مش حاجة سهلة. بجانب أن أنا كمان بتعامل مع أقليات مختلفة. جوة الفرقة. ما بين لعبة لسه الخبرات بتاعتها نقصة. وفيه لعبة كبيرة الخبرات بتاعتها عالية. إزاي أدمج من الاتنين دي. أنا شاف أنها كانت مهمة صعبة على مستر كولار. وهو قدر ينجح فيها. وقدر ينجح فيها بشكل كبير. والدليل على كده أنه خد خمس بطولات ما شاء الله أنا. رأيك في خطة فعن هذه الأهل. برضو واحدة من أكتر الحاجات اللي يمكن كان بتؤخذ على فرقة الأهل يعني. أو على الأهل في الفترة الأخيرة. رغم أنه كان بيفوز بألقابه بطولات وألقابه بطولات مهمة. هي فكرة أنه كان بيستقبل عدد كبير جدا من الهداف. مع كولار قصة تغيرت. ورغم أنك أنت ما تقدرش تحقق. يعني ما تجي تبص للمسم كله. الدفاع الأهلي ابتدى إزاي. ودفاع الأهلي أنهاء إزاي. هتلاقي أنه على مدار المسم فيه دوات تهات كتير جدا. ابتدينا منعم ومتولي. وبعد كده منعم وياسر. وبنشوف ياسر وربيع. ونشوف منعم وربيع. يعني ما تقدرش تقول أنه في سنائي كان ثابت لفترة طويلة. لغاية يمكن حتى إصابة متولي. كان منعم وياسر وربيع يدخل معهم في وقت ملاقات. أفضل ثنائية من دوله تقييمك لمستوى مدفعي الأهلي السنة دي. بصوا اللي عايز أقول ببسم الله ما شاء الله على الله. يعني دايما المدفعين معلش. دايما مدفعين معادش يزعل مني. يعني مش رأي دا رأي. بيبقى كوريتهم أو بيبقى عند الناس. أحسس إنه كوريتهم أقل شوية. لكن لكن لما بيبقى مدفع عنده كورة. العين بتجيبه بمنتهى سهولة. وأنت كنت من الناس اللي عندها كورة. يعني كنت العيب عندك كورة حلوة. فيهمني أسمع رأيك. خصوة إنه كولر كمان بيعتمد على هذا. أو واضح إنه بيحب المدفع. اللي ما بيكتفيش بالدور الدفاع. يعني بيكتفي بيقوم بالدور الدفاع كويس. وبيبقى مشارك أو بيبتدي في فكرة بونا الهجمة. هو بدأ ميستر كولر طبعاً بالصنعية بتاعت متولي أو منعم. لأنه أصلاً طريقة لعبه إنه بيحب التحضير دايماً من تحت. بس كان ينقص أو اللي نقص في المعادلة دي كلها. إن أنا أنجح حيطة إن أنا أبدأ الهجمة من تحت من الدفاع بتاعي. إن أنا يكون عندي ديفندر يقدر ياخد ينقل الكورة. أو هي بهمزة الوصل بين خط الدفاع بتاعي. وبداية الفرق. وبداية الفرق. أو الرأس المسلس بتاعي الهجوم بتاعي لقدام. دي النقطة اللي كانت نقصها. ولما بدأ بين الصنعية بين متولي ومنعم كانت ماشية كويس. لغاية ما حصل الإصابة بتاعت محمود متولي بدأ يخش مكانه ياسر إبراهيم. اللي برضو العملية نجحت بشكل إلى حد ما بشكل كبير برضو. بس كانت نقصة برضو الحتة بتاعت نص الملعب. طب إمتى نجحت بقى بشكل كبير؟ لما غيرنا الطريقة وبدأ برضو استقطاب أو إن إحنا جبنا مروان أعطية. هي دي القطع اللي كانت نقصة في المنظومة كلها. إن أنا يكون عندي لعيب بصير زي مروان أعطية كده. يقدر ياخد من الدفاع يدي للناس بتاعت نص الملعب أو يدي للشق الهجومي بتاعي بأي شكل كان. دي لما خدت منه وقت. وخدت وقت مثلا نص موسم. دي حاجة الحاجة التانية. السنائيات دايماً بتبقى راجعة للمدير الفني. في مدير الفني بيجي حط يقول لك إيه أنا عايزهم الاتنين شبه بعض. لعبة كورة زي ما كان بدأ بمتولي. أو واحد وفي واحد تاني. لا أنا حط واحد وواحد. الاستفاد من الموضوع ده كله ياسر إبراهيم. إنه قدر هو في الفترة ما كانش بيلعب فيها. قدر يتعلم ويطور من نفسه. وقدر أنه حط ويثبت رجله في إنه هو يقنع ميستر كولر إنه هو يكون واحد وواحد. ودي اللي ماشت وسهلت الطريق. وخالت إن الفترة الأخيرة من بداية مشاركته فعلياً من كاس العالم أو من بعد كاس العالم الأندية. قدر يثبت نفسه في الحتة دي إنه هو يقدر يطور من نفسه. أو يقدر يقنع الناس إنه إحنا عندنا سد منع زي منعم وياسر باهيم وورا. حاضرين وجاهزين في أي وقت إنه هو إيه يكون بتاعك. بجانب النقطة الأخيرة برضو. نص الملعب بتاعك وأنا قلتها في كذا مكان. نص الملعب طول ما هو حاضر وبيشيل عنك كل كورة. سواء بالنحية الهجومية أو بالنحية الدفاعية فأي كورة بتيجي للدفاع بتاعك بتيجي ميتة بلغة الكورة كده. عشان كده ظهر. يعني قصة كلها في خط نص النادي الأهل. خط نص الهل. خط نص الهل. خط نص الهل. نتكلم عن خط نص. هتلاقي الدفاع بتاعك. نتكلم عن خط نص النادي الأهل ونتكلم عن صفقات الأهل الجديدة. بس نسمحنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. بشو. اشتركوا في القناة